فيه الوقت الاخير انه دعوات للانسحاب النادي الاهلي من بطولة افريقيا كانوا من انواع الرد لاعتبار زي مثلا ما قال الكابتن محمد ابو تريك فخليني وهناك دعوات اخرى فخليني اقول لحضراتكم بس في اللايحة في اللايحة الامور اللي منصوص عليها ايه علشان برضو نبقى بنديكم معلومة نديكم معلومة ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل دي اللايحة بتاعة الكاف ايه اللي بيحصل اذا انسحب فريق من دوري ابطال افريقيا علشان المعلومة تبقى عند ساعتك فريق المنسحب من نهائي دوري ابطال افريقيا حتعرض لغرامة مالية قدرها 100000 دولار فيبقى ده رقم واحد لعقوبات الانسحاب من نهائي دوري ابطال بالمنسبة اتنين بجانب الغرامة المالية الفريق المنسحب من نهائي دوري ابطال افريقيا سيتم حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة موسمين يعني هنغرب 100 ألف دولار ويتحرم من المشاركة لمدة موسمين تحرم من المشاركة لمدة موسمين إذا أعلى فريق المنسحب قرار انسحابه قبل المباراة النهائية سيتم مشاركة الفريق اللي وجهه في نصف نهاء دوري الأبطال بدلا منه يعني إذا الأهلي في الحالة اللي إحنا بنتكلم فيها إذا الأهلي عمل كده مين اللي حيشارك مكانه وفاق السطيف هو اللي حيشارك مكانه قدام الوداد علشان تبقى أنت سماعة الأراء وبرضو عندك معلومة كون بيها أنت وجهة نظرك الأهلي كان أعلم في بيان سابق أثناء الحلقة عرضتوا على حضراتكم أعلن أنه هيبقى فيه عنده اجتماع بكرة طارق لبحث المسألة بالكامل بعد ما تأكد صعوده إلى نهائي دوري أبطال إفرق